بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مهلون وإنك لعلى خلق عظيم فستبشر ويبشرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاس مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان زامان وبنين إذا تثنى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسعه على الخرقوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مشبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانقلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث مقادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب هو العذاب الآخرة أكثر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك دعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يؤشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مثين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم